بعد عشرة ايام من انفجار مرفأ بيروت اعين اللبنانيين والعالم على التحقيقات الرسمية فيه وسط شكوك ومخاوف حول مدى مصداقيتها التحقيق القضائي اللبناني في انفجار المرفأ يبدأ بمشاركة دولية منها فرنسا وامريكا بعد ايام من الجدل بين الاوساط السياسية التي اعلنت سابقا رفضها لتحقيق مستقل وبين الشعب اللبناني الذي يطالب بمحاسبة المسؤولين عنه تقدمنا بهذا الكتاب الى جميع الدول الاعضاء في مجلس الامن باسم الضحايا وعنهم والى الامين العام للامم المتحدة كانت قضية انفجار المرفأ احالتها حكومة حسان دياب في اخر قرار لها قبل الاستقالة الى مجلس القضاء الاعلى الذي بدوره سيستجوب عددا من الوزراء السابقين والحاليين الموقفين وفي جانب المشاركة الدولية في هذا التحقيق بدأت فرنسا من خلال الشرطة الجنائية وعلى ارض الواقع عمليات لاستكشاف الفجوة التي احدثها الانفجار تحت الماء واخذ عينات من المتفجرات ان مكتب التحقيقات الفيدرالي سينضم الى محاققين لبنانيين ودوليين للتحقيق في انفجار بيروت الضخم الاسبوع الماضي واتينا الى هنا بناء على دعوة من السلطات اللبنانية للتأكيد على الحاجة الملحة لان يتمنى هذا البلد اصلاحا جذريا في اعقاب انفجار تسبب في ادران واسعة النطاق فيما اعلن مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل اثناء زيارته بيروت انضمام مكتب التحقيقات الفيدرالي الى المحاققين اللبنانيين والدوليين وبينما تبدأ مجريات التحقيق في الانفجار الذي خلف ما يقارب 180 قتيلا والاف الجرحى خرجت مطالبات اممية واخرى من اهالي الضحايا انفسهم بان يكون التحقيق مستقلا وسريعا مبدين مخاوفهم مما سموه ثقافة الافلات من العقاب السائدة في لبنان على حد قولهم